السلام عليكم اشتركوا في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بجميع المتتبعين خصوصا بالصوت والصورة على الصفحة الرسمية لاداعة ميد راديو من خلال الفيسبوك وموضوعنا لهذه الليلة كما سلف الذكر ان العالم يحتفي هذه الايام باليوم العالمي للمرأة ونحن مشاركة لنا بهذا الموضوع كل ليلة نتحدث عن قضية من قضايا المرأة من الناس من يربطها بقضايا الحقوق والواجبات والاخرون بالتنمية والاقتصاد منهم يتكلم عن المرأة القروية والمرأة بالمدينة ومنهم يتكلم عن عالم الموضى والجمال والطبخ وغير ذلك من القضايا المتنوعة التي تهم المرأة لكن نحن في برنامجنا هذا نركز على جزئية مهمة وهي المرأة في القرآن الكريم المرأة كما تحدث عنها الله رب العالمين كيف ارادها ان تكون صفاتها شخصيتها سلوكها واهدفها في الحياة هذا هو موضوع الذي سوف نتحدث عنه طيلة هذه الايام كل ليلة نأخذ قضية في جزئية من الجزئية الليلة نتحدث بإذن الله تعالى عن سر جمال المرأة اين يكمن سر جمال المرأة يكمن في حيائها وعفتها نتحدث عن سر جمال المرأة من خلال الحفاظ على العفة والحياء وذلك من خلال قصة بنات الشعيب في القرآن الكريم شعيب نبي من انبياء الله الصالحين اعطاه الله تعالى فتاتين في مقتبل العمر وكان همه الاكبر ان الفتاتين تعيشان في استقرار وان يكرم الله تعالى يكرمهما بازوى الصالحين القرآن الكريم تحدث لنا عن احداهن سوف يكرمها الله تعالى بالزواج من نبي من الانبياء انه سيدنا موسى الكريم عليه السلام سيتزوج باحدى فتاتين نبي الله شعيب والسر الذي جعل سيدنا موسى ينجدب نحو هذه الفتات ويقدم لها كل ما يستطيع من خدمات ويرغب في ارضائها ما هي الصفات التي عند هذه المرأة هل عندها شهادة اجازة او ماستر او دكتورة هل عندها اموال طائلة هل عندها جمال فائق لا بل ما اشد ما عندها هو صفة الحياء والعفة جعلت نبي الله موسى عليه السلام ينجدب اليها هدفنا من خلال حلقة اليوم ان نربي في انفسنا وفي انفس بناتنا واخوتنا بان السر الحقيقي لجمال المرأة الاخاد الذي يشغل القلوب ويشغل الالباب حينما تكون المرأة عفيفة وتكون هذه المرأة فيها الحياء تعالوا بنا ايها الاحب الكرام نفتح القرآن الكريم على سورة القصص ونقرأ ما ذكره الله تعالى في شأن هذه القصة طبعا القصص القرآن لا يسوقه الله تعالى مجرد للتسلية والاخبار وانما يسوق الله تعالى القصص في كتابه العزيز من اجل ان نأخذ العبر والدروس ونستنبط منها الحكم والاحكام في سورة القصص يقول الله تعالى ولما ورد ماء مدين من هنا سوف نبدأ سيدنا موسى سيهاجر وكان فارا من سلطة فرعون هرب من مصر وجاء الى مدين بجانب فلسطين ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدوذا قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احدهما تمشي على استحياء على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احدهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احد ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل هكذا يحكي لنا القرآن الكريم هذه القصة والتي فيها عبر كثيرة ودروس متعددة تعالوا بنا ايها الاحباء الكرام نفتح عقولنا وافكارنا ونتعلم كيف نتدبر في تلاوة القرآن ونستنبط الاحكام والعبر الخفية ما بين ايات كلام الله جل جلاله ابطال القصة اولا من جهة هناك نبي الله موسى عليه السلام هو البطل والبطلتين هما بنت الشعيب والبطل اخر وسيدنا شعيب النبي ثم المشهد هو مكان في قرية حيث الغنم وحيث البئر والناس يريد ان يسقون وهناك ازدحام واكتضاض واختلاط بين الذكور والنساء وسيدنا موسى للتو واصل الى مدين ماذا جاء يفعل سيدنا موسى في مدين وكان في مصر سيدنا موسى معروف انه كان انسان يميل الى الصلاح والى العدل وكان يكره الظلم هو ينتمي الى بني اسرائيل وبني اسرائيل كانوا جماعة صغيرة تعيش في مصر ومصر كان يحكمه فرعون وكان الاسرائيليون في مصر يعانون من التهميش ويعانون من الظلم ومرة مصري له مقام رفيع قريب من القصر وقع له شجار مع اسرائيلي والاسرائيلي كان ضعيف صار يبكي سيدنا موسى يمر في الطريق وجد ذلك الاسرائيلي يبكي ويستصرخه يقول يا موسى انقذني انه يعتدي علي سيدنا موسى كان قوي فيه قوة عشرة رجال كان طويل القامة عريض المنكبين مفتول العضلات وله قوة وصلابة بقوة عشرة رجال سيدنا موسى لما ارد ان يستنصر لهذا الاسرائيلي الذي استصرخه وكذا المصري وكذاه ضربة واحدة فاذا به يتردى قتيلا مات المصري وبعد مدة قليلة جاءت الانباء قالوا يا موسى ان الجنود يبحثون عنك لينقون عليك القبض لانك قتلت ذلك المصري وهو قريب من القصر سيدنا موسى ما كان له الا ان يفر ففر من مصر وراح في اتجاه مدين مدين هي منطقة قريبة من فلسطين فيها مجموعة من الحقول ومجموعة من القرى هناك نزل سيدنا موسى يستريح قليلا وارد ان يشرب الماء لما وجد هناك قرية فيها الرعاة وفيها الغنم وفيها المياه المتدفقة وصل الى مكان البئر بدأ يشرب الماء وغسل يديه ويديه ووجهه وجلس تحت ضل شجرة يستريح فرأى مشهد غريب ولما ورد ماء مدينة وجد عليه امة من الناس يسقون مجموعة من الرعاة ذكور وإنات يسقون ووجد من دونهم امرأتين تدودان سيدنا موسى يطلق عينيه وبصره فيرى بأن الناس فيهم شغب وفيهم فوضى وهناك فتاتين يبدو عليهم الحياء ويبدو عليهم العفة وقد ابتعد عن الاختلاط بين الرجال لعندهم التدافع فيما بينهم النساء رجعت إلى الوراء وكانت ينتظراني حتى يفرغ الرجال من السقي سقي الغنم ثم بعد ذلك يقوماني بالسقي ماذا كان يصنعان كانوا ينتظرون حتى ينصرف الناس فيأخذون بقايا الماء ويسقون بهم غنمهما قال ما خطبكما قالت لنسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير سيدنا موسى عادة الرجل إذا وجد امرأة في وضعية صعبة له أن يسألها يسألها عن مشكلتها لا ضير سيدنا موسى نبي وكلم ومع ذلك تقدم إلى هاتين الفتاتين وتقدم إليهم بسؤال لماذا أنتما هنا والناس كلهم يقومون بسقي غنمهم ما الذي دفعكما أن تبقيان هكذا في الهامش فكان الجواب أنهم ينتظرون حتى يصدر الرعاء حتى ينصرف جميع أصحاب المواشي وأبونا شيخ كبير أعطوا المبرر المبرر الذي جعل هاتين الفتاتين غير هذا المقام لأنه ما عندهم دكر عندهم غير أب والأب شيخ كبير في السن هو سيدنا شعيب عليه السلام ماذا نستنبط من هذا الكلام أن الحوار بين المرأة والرجل مباح بعض الناس يضيقون في الحوار بين الدكر والأنت هنا القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع نلاحظ بأن ربنا عز وجل يعطينا إشارة بأن سيدنا موسى يتكلم مع الفتاتين بكل أريحية والفتاتان تجيبانه بكل طلاقة وهنا العلماء وضعوا آداب الحوار بين الذكر والأنت أن يكون هذا الحوار مبني على الاحترام كما قال القرآن الكريم وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ مما يدل أن من ذكر بأن صوت المرأة عوره هذا مجرد كلام القرآن الكريم مصدر التشريع يؤكد بأنه كان حوار لكن هذا الحوار له آداب وله شروط فكان في سياج من الاحترام والتقدير والحياء والعفة سيدنا موسى عليه السلام أراد أن يعرف ما المبرر أعطاه المبرر أبونا شيخ كبير ما كنا لنخرج ونزدحم ونقع في هذا المطب وفي هذا المأزق لو كنا في وضعي مريحة كان بعض النساء تتلقون في واحد الأوضاع لها ظروف عندها ظروف فهنا ملكة كونديك الظروف قاسية خاصة الرجال أصحاب الشهام أصحاب المروء يتدخلون لتقديم يد المساعدة للمرأة هكذا فعل موسى عليه السلام بيدخل باش يقدم الخدمة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سيدنا موسى عليه السلام شوف القرآن العظيم بسرعة يقفز على الأحداث سيدنا موسى غديبي لهم السقي ذكر أهل التفسير بأن سيدنا موسى غدي يمشي لذلك البئر وعليه واحد صخرة عظيمة وذلك الصخرة كانوا كيهزوها عشرات الرجال عشرات الرجال وملك يهزو الصخرة وملك ينصرفوا كيردوا الصخرة في البئر البناس ما يقدروا يسقيوا وهزو الصخرة وإنما كيكتفوا ببقايا الماء اللي شاط على المشياء دي القوم فسيدنا موسى عليه السلام غدي تقدم البئر وذيهز ذلك الصخرة بمفرده صخرة ضخمة كبيرة سوف يحولها من مكانها وسوف يدلي الدلو ويسقي الماء ويعطيهم فسقى لهما انصرفت الفتاتين انصرفت يقول القرآن الكريم ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير سوف انتهى قدم الخدمة الله يسامح انصرفت الفتاتين نلاحظ هنا أن بعض الشباب من اللي يلقش فتاة كي يقدم للخدمة سرعان ما يعرفه بنفسه أنا اسمي فلان ابن فلان عمري كدا طولي كدا وزني كدا أستعمل شامبوان من نوع كدا رقم هاتفي كدا نتواصل فيما بعد إلى اللقاء فيصوق لنفسه ويتكلم عن حاله وكأنه يريد من هذه الخدمة مقابل سيدنا موسى فعل هذا الأمر وولايد مقابل فعلها احتسابا لله لا ينبغي للرجل إلى القناة المرأة في وضعية صعبة وقدم لها الخدمة وبالبعض يستغل الموقف ويطاك فيزيت أو رقم هاتفه لكي يتحاور فيما بعد وتكون منتهما وصلة هالقرآن الكريم يحكي لنا بأن نقدم الخدمة نقدم المساعدة ولكن انتهى انتظرت الفتاتين سيدنا موسى لكي يجعلكم تأتيني مبكرين لحظوا بأن هنا الدور للأباء الأباء من يخرجوا ابنتهم خارج البيت لقضاء بعض المصالح إما للدراسة أو للعمال أو للتسوق يكون دي من الأب يسول ابنته فين مشيته فين جيته فين بعض الأباء فتحها على مصرعها لا يسأل لدخل مرحبا واللي خرج مرحبا واللي تعطل هو هداك واللي تأخر هو هداك لا لابد للأب أن تكون له سلطة رغم أنه شيخ كبير شيخ كبير يعني مسن طاعد في السن ومريض وسقيم ومع ذلك عنده الهيبة ديالو كي سول البنته المرة فين مشيتي ولاش تأخرتي بشعر المربي أنه عندها سلطة وحماية فمليت كلمه قتلي يا أبتي البنت تأتي بكل حرية قتل قتلي بأنني تجين بكري لقنا مع واحد الرجل وقدم لنا الخدمة وقدم لنا المساعدة وقد يبدو بأنه غريب ليس من أهل البلدة ويبدو بأنه إنسان صالح فسيبنا الشوعيب كي بين القرآن الكريم العلاقة بين البنت وأبيها البنت كتلقى فيها حرية نعلموا بناتنا الحرية نعلموا بناتنا يعبروا عن رأيهم وما يخفوش علينا الأسرار ما تخوش لك أنا كنت هنا وكنت هنا ودي السيناريو غريب وتختفي لا كتقول الحقيقة كما هي الآباء من جهة كتوضم السلطة ولكن بأريحية وقلب كبير والبنات يكونوا أصدقاء أبائهم ما يخبوا عليهم يقولوا الحقيقة فسيبنا الشوعيب من اللي حكيت لي بنته عن الواقعة قال ليها هذا السيد يبدو بأنه غريب عن البلدة وبأنه محتاج إلى مساعدة أيضا وإلى كان باقي في المقام دياله سري نادع له نجازيه نعطي شيء أكيد أنا هو غريب هو الغريب وعابر السبيل ما عنده لا مبيت ما عنده لا طعام لابد أن نجازيه هذا الخير اللي قام به معكم يقول القرآن الكريم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءت وحدا منهم من هاتين الإتنتين وحدا منهم جات وقتل يسيدنا موسى أيها الرجل الغريب راه الوالد ديالنا بغاء يعطيك وحد الجزاء وحد الهدية أنك ربما أنك غريب ومحتاج هو يريد أن يجازيك شوف القرآن العظيم كيف يتكلم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وما كانوا جوج في اللول فإحداهما الكبرى كانت الكبرى والصغرى الكبرى كان اسمها سفورة وكانت سيدة بنتها في مقتب العمر في العشرين من عمرها كانت على آية من الجمال والخلق الكريم وسمعت سيدنا موسى قال واحد الكلمة أشقالت من لي فسقى لهما ثم تولى إلى الضل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير هات الكلمة هذه فهمت منها البنت بأن موسى عليه السلام رأى قدم إشارة فيها حياء يعني كأنه بغى المساعدة كأنه بغي تعرف على البنت كأنه أحبها في قلبه وبغي تزوج بها ولكن قالها بكلام فيه حياء شوف احتى طريقة الخطبة وطريقة التعرف على الفتاة في القرآن الكريم مذكورة ولكن بالصغى فيها وحدة رفعة فيها السمو فسقى لهما ثم تولى إلى الضل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير البنت سمعت الكلام لقالوا سيدنا موسى ماذا فهمت فهمت بأن سيدنا موسى فقير من ناحية أنه غريب باغي المال باغي طعام باغي بابيت وفهمت منه بأنه أعجب بالفتاة وأنه مكرش يتزوج بها ولكن رأى ما عنده جهد رأى ما عنده مال رأى إليه جاء بغي اختب قد يقول لي واش عندك سكنة واش عندك شي وظيف واش عندك شي تروع هو ما عنده ولو هو غير هربان عنده غير عصاه فقط لا يملك سيدنا موسى إلا عصى ومن البادل الوظيفة التي ستوضف بها هي رأى الغنم فاكي قل القرآن الكريم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء شوف الكلمة تمشي على استحياء أن الفتاة لما تمشي في الطريق تتمشي بوحد طريقة فيها حياء القرآن الكريم ماذا قال ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم هناك الناس دي الموضة تسمعوا وحد الحداء دي المرأة فيه طالون وفيه تحت منه الحديد باش يسمع طرق 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 كأنها رنت موسيقية وأيام زمن عند العرب كان عندهم الخلخال الخلخال في الافساق لأنك المرأة هي غادية تحدث رن موسيقية وقد تتير لوائج الرجل القرآن الكريم كي قلنا لتصرفات كلها منبودة لابد أن تمشي المرأة على استحياء القرآن الكريم دائما يعطينا هذه الإشارات ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرد ثم قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم المرأة لكتغادية في الطريق كتمشي وحد المشيئة فمحترمة لكي يقول لك تمشي بسباط كمبلة لا يكون في ديكتالون لأنه يحدث إظهار الجمالية فجاءت إحدهما تمشي على استحياء العلماء دي القرآن الكريم في الوقف داروا هنا الوقف والوصل على استحياء قالت وش نوقف على استحياء أو نوقف على قالت قال لك العلماء ربي عز وجل جعلها مفسوحا باش نعرف من الاستحياء في المشي وفي القول فجاءت إحدهما تمشي على استحياء يعني مشي على استحياء على استحياء قالت يعني قولها أيضا في حياء الكلام ديالها كلام ليس فيه تلوين ليس فيه تنميط ليس فيه إغراء لأن المرأة لا تتكلمها الرجل لا حرج في صوت المرأة إلا أن يكون صوتها محطة إغراء ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا مرأة تكلم دهرية مع الرجال لا حرج الممنوع هو المرأة التي تلين صوتها وتزين وكدر فيه دلع لكي تتير شهوة الرجل ممنوع حرام فهذا قال القرآن الكريم قال إن فجاءت إحدهما تمشي على استحياء على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا دلت معنا واحد المجهود لابد أن نطلق الأجر وفي الحديث أعطو الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه لخدمنا شيخدمة نطلق فيه وخوى عفيف ما بغي يأخذ فلوس ولكن نحن نفهم نفسنا نعطوه جيت مثلا عند واحد الإنسان حيرفي سباغ سباك نجار حداد ميكانيك أو أي واحد كده الخدمات وقدم لي واحد الخدمة هو في الحياة يقول لك الله غير سير الله يهنك لكن خاصة أنت تكون أكرم وتعطيه لك البركة وخير يقول لك ولا أقول لله لا تتأخذ ما شيريك أنت أدغى اللي ولدت كترفع به كتسمى هدية السرور فالعامل لابد أن يأخذ أجرته قبل أن يجف عرقه كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقتل إن أبي يدعوك ليجزيك أجرى ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص جسدنا موسى عن شعيب ودخل عنده البيت فلما رأاه سيدنا شعيب رأى فيه علامة النبوة علم بأن هذا الرجل ليس كسرء للرجال هذا نبي سيدنا موسى أنا داك بقي ما زل منزلني الوحي ما زل دكسع ليس بنبي ولكن شعيب عليه السلام وكان نبي صابقا لكن رأى بأن موسى عليه السلام غد يكون لي شيئا عظيم غد يكون مشغل مجرد نبي غد يكون نبي ورسول ومشغل رسول عادي من أولي العزم من الرسول فالرجل يلقى يلقى شيء شاب ذو سمت حسن وخلق كريم يبادر يخطبوا البنته نحن نقول في المثال المغربي خطب البنتك لا تخطب لولدك بنتك في سن الزواج وبلغ وحد الرجل من الصالحين وحد الرجل دغري في صفة حسنة ازرب لملا دير مع علاقة طيبة وحاول تستميله ليتزوج بابنتك خطب البنتك لا تخطب لولدك هذا ما فعله نبي الله شعيب لما قالت إحداهما لما قص عليه قصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين سيدنا موسى عليه السلام كان يشعر بالخوف من يدخل عن سيدنا شعيب القى بأن الحركة دياله مش لزاكية القى مخلوع فلما قص عليه القصص قال لي أنا راني كنت فيه في مصر وقع لي عراق مع واحد مصري قريب من القصر وضربته وكزته فقتلته ونجي هربان ورامك إن القوم يتبعونني لكي ينتقموا مني فسيدنا شعيب طمنه شوف الإنسان مليجي عندك واحد الواحد اللي هو يخيف وفيه العلاء تخسق القلب الكبير والدار الكبير استقبلوا وهدئ من روعه وطمنه في قلبه وربي غادي سخر ما قاش ليني قفرتها ما قاش له وأسفا على ما وقع مشي هول من الوضع وإنما قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين فمباشرة إحدى البنات قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين هذوك الفتاتين كانوا مضطرات للعمل خارج البيت دي مغادين جيين المرأة عملها اضطراري دايما غادية جية فلقات فرصة من الفرص أنها تعود مستقلة وتعود مرتاحة في بيتها فسارعت وقالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قتل يا أبت هذا الرجل جت لعدنا الدار هذه فرصة إحنا خاصتنا راجل ليخدم معنا يرعى الغنم ويسقلهم الماء ويحضر غيبة دينا أنت راجل شيخ كبير فإحنا لعدنا المال نستأجره يعود أجير عندنا وقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين لي خلى الفتاة تذكر هذا الكلام أن سن موسى فإن كان قوي لأنه بسرعة استطاع أن يحرك الحجرة من فوق البئر ما كي حركوا إلا عشرة من الرجال وسن موسى بوحده مفرده استطاع أن يحركها ويعيدها فكان قوي الأمين باش عرفته أمين لأنه يقال بأن سن موسى مليجت للبنت وقتل إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما ما أزدت لنا فالقاتل سن موسى عليه السلام غاض لبصره البنت مليجت على استحياء إن قالت قال لك بأنها جاءت ودرقت وجهها بكمها كتكلمها بصوت منخفض وعينها في الأرض وقال لك بأنها وضعت كمها دي القمص ديالها وضعتها على وجهها حياء باش سن موسى ما شفش وجهها وبعد الرواية تقول بأنها وضعت كفيها على وجهها سترا لجمالها فسيدنا موسى علم بأن هذا الفتاة فيها الحياء أملت موجين طريق باتوري طريق سيدنا موسى هيكة القدام هو النور فيقال بأن ريح جاءت فحركت تيابها فظهرت محاسنها فسيدنا موسى قال لها انتظري قال لها سأتقدم إلى الأمام وأنت من الخلف إنا لا نرى عورة النساء من الخلف يعني قال لها رجعي انت ورايا ونمشي قدامك هذا هو الأدب الإسلامي حتى عند اليهود منذ زمان سبعة لف سنة قبل الإسلام هذه الأحلات هذه وقعت سبعة لف سنة قبل الإسلام قبل أنزل القرآن لأن بن سيدنا موسى وسيدنا عيسى خمسة لف سنة وبن سيدنا في المجموعة حوالي سبعة لف سنة دي المدة الزمنية يعني منذ القدم القدم الصحيق كان هناك الحياء فقتله قال لتقدمي إلى الأمام وأنا أنا تقدمي إلى الأمام وأنت من الخلف فإذا كنت معرفش تركه أرشديني غير بالإشارة فعلمت بأن سيدنا موسى عليه السلام فيه الحياء وفيه العفا إن خير من استأجرته القوي الأمين اللي هو يغد البصر دياله واللي هو ما كيتباش عورة النساء هذا في الأمانة هذا لعطي شيء أمانة دي الخدمة لأن يخاف الله أطيتي شيء مسؤولي لن يسرقك لن يغدرك أطيتي أمين على وحد المكان دي المصالح الناس لن يغدرك ولن يسرقك لأنه أمين قالت يا أبا استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين سيدنا موسى اسمع هذا الكلام شهدت مرأة فيه الرجل يحب أن يسمع كلام جميل من امرأة ففهم من خلال هذه الكلام أن الفتاة تستلطفه كما أنه استلطفها شف لا بأس العاطفة كينة بين الرجل والمرأة وإذا منك يبغي تزوج تتحرك بداخله عواطف فسيدنا موسى في اللول قال كلمة أطلقها أشقل لها ثم تولى إلى الضل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فهمت المرأة بأن الرجل أعجب بها ويرغب في الزواج منها فهمته هي بش ربت عليه قالت يا أبا استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين هذا رجل قوي وآمين يستحق أننا نفرحوا به ففهم موسى عليه السلام بأن المرأة قبلت الزواج منه ولكن موسى فيه الحياة والفتاة فيه الحياة موسى فيه العفة والفتاة فيه العفة خاصه حد طرف ثالث ويدخل بنتهم شونه هو هو الأب الشيخ الهرم له سيدنا شعيب عليه السلام فمباشرة قال له سيدنا شعيب قال إني أريد أن أنكعك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج الراجل غير يجلس معه في الدار وهو غريب والأب شيخ كبير وكن غير فتاتين في سن الزواج ومعهم غير الغنم والبادية لا يمكن للغريب أن يجلس مع الفتاتين والأب شيخ كبير لابد أن يحضر إبليس الشيطان فسيدنا شعيب أراد أن يختار حلا إيمانيا أشنو الحل الإيماني أنه يزوج إحدى الفتاتين لسيدنا موسى وبالتالي تصبح هي مرأته حللا طيبة وأختها تصبح محرم له فسيدنا موسى فارحة كان المطلوب اللي بغاه ربي عز وجل لا يسر له تخشلك أي ثكار وغير دبار وغير يقول كلام ومقدمات الله عز وجل أراحه وخلها تجي من عن شعيب عليه السلام قال لي ولكن بشرط الراجل غير زوج يبغي يعطيه صداق خاصه البيت خاصه الدهاز خاصه الفرح ولكن سيدنا موسى ما عنده والو عنده عصاه هي لك يملك فقط عصاه يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه سيدنا شعيب من باب اللباقة ما باش يكلفه قال يشوف غد يلس معايا واكل شارب من زوجك بنتي ولكن هي أنك تخدم معي في الفلاحة وفي رعي الغنم ثمان سنين قال لي على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك إذا كنت عشر هيكون أحسن وأفضل فسيدنا موسى عليه السلام قال ليه أنا قابل وسيدنا شعيب قال ليه ما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين إلا قدرتين مرحبا ما قدرتين هذا هو الخطر ديرك فسيدنا موسى قال لذلك بيني وبينك أي من الأجرين قضيتوا فلا عدوان علي إلا قدرت علي إما ثمان سنين وإما عشر سنين والله على ما نقول وكيل مدر العقد ما يكتبوا عند العدول ما يكتبوا اتفاق عند النوتار ما مشوا قريزوا في المقاطعة ذا الكلمة الراجل هو الكلمة والله تعالى والله على ما نقول وكيل فعلا سيدنا موسى غير زوج مع بنت شعيب واسمها صفورة وحينما تزوج بها مهرها هو هذا العمل غد يقوم به رعي الغنم وزراعة الأرض ديالهم وبعد مدة غد يلقسي نموسى بأن هذه المرأة حكيمة وغد يلقاها بأنها فقيها فكان نبي الله موسى اختار الله له امرأة أصغر منه سنا ولكن أكثر منه نباغة وعلما حتى أكرمه الله تعالى بالوحي بقى سيدنا موسى عليه السلام يرعى الغنم مدة طويلة إلى أن كان في يومنا الأيام جاءه الوحي الإلهي وقال له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى هنا غنز الوحي على سيدنا موسى عليه السلام وغد يلقى بأن حيته كانت مبسطة وميصرة والفضل بعد الله تعالى لزوجته الصالحة خير ما يكنزه المرء نفسه كما قال النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما هو وهو المرأة الصالحة ليعطى الله مرأة صالحة بحل صفورة ليعطى سيدنا موسى أعطى الخير كله أعطى كنز الدنيا والآخرة فيها الصلاح فيها العفاف فيها القناعة فيها المشاركة لهموم الرجل ودائما حاضرة بجانبه وإذا غاب عنها تحفظه في نفسها وماله وهكذا كان سيدنا موسى يتني على زوجته يحمد الله تعالى في كل صلاة يقول اللهم لك الحمد أن أكرمتني وزوجتني بمرأة على هذه الصفات من حياء وعفة وكرامة وقناعة وأخلاق كريمة فهذه أيها أحب الكرام نوجه الخطاب لبناتنا وأخواتنا بأن مفتاح السعد عند الفتاة هي لما تكون عففة وفيها الحياة سر جمال أي مرأة اشتر رجال لا يغرنك كثرة المصحيق وكثرة الماكياج إلى إذا غاب الحياة والعفة أكثر ما يشد الرجل إلى المرأة لما تكون عفيفة وفيها الحياة هناك هناك واحد فكرة أيضا وهي أن في الوقت المعاصر نجد هناك دور الموضة دور الموضة في العالم تقدم مجموعة من الخدمات للمرأة من خلال اللباس مكشوف وعطور وزينة وغيرها نلاحظ بأن المجتمع اليهودي الأول المجتمع اليهودي الأول كان في غاية العفة وكان في غاية الحياة فالناس بإسم الحرية وإسم حقوق الإنسان وإسم المعاصرة تجيبوا للمرأة مجموعة من السلوكات والملابس والموضة وهي مخالفة للقيم الأخلاقية هدوا بعيدين كل البعد عن دين موسى عليه السلام لأن الكبرى الشركة العالمية لكد الموضة هي بيد رجال أعمال يهود واليهود في حقيقتهم فيهم عفة وفيهم حياء وفيهم كرامة كما سمعنا من خلال الآيات القرآنية التي قصها الله تعالى على نبيه الكريم سيدنا موسى عليه السلام فأسأل الله تعالى أن يكرم جميع زوجاتنا وبنتنا وأخواتنا وأمهاتنا بالعفة وبالكرامة وبالحياء حتى يزددنا جمالا في عيون الرجال من حولهن وكل يوم عالمي للمرأة ونساؤنا جميعا سعيدات هنيات مباركات السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة